السلام عليكم ازايقوا حبيبي اخباركو ايه النهار ده هعمل لكو كريم كراميل من غير كريم كراميل حاجة ضايت خالص هتنفعك في الفطار وفي الصحور وفي اي وقت وتغيير ومغزية وممكن تعمل منها كمان مشروب اذا كنت اول مرة تزوري قناتي شير و لايك وتفقيل الجرس علشان يوصل الكل جديد من قناتي والحلو ده تقريبا ما فيهوش سكر خالص ولا نشا ولا بيض ولا اي حاجة هنشوف هنعمله ازاي هناخد كبه اتنين لبن ونحط معاهم اه نص كباية تمر تقريبا لو حبه تقليلي براحتك بس احنا مش هنحط فيه سكر خالص هيبقى هو ده السكر بتاعنا بدل السكر في المرحلة دي انتي بتستخدميه كمشروب بنشربه على الفطار زي السوبيا زي الكاركاية دي زي الحاجات دي بتبقى مشروب مغزي جدا وهايل بصراحة اه انا بصفي علشان اعمل منه الكريم كوراميل اللي قلتلك عليه ممكن ما تصفهوش لانه كل ده يعتبر جزء من التمر بس هو الواحد لو فيه اشرة لو فيه حاجة بنصفيه للدمر في المرحلة دي انتي بتستخدميه مشروب خلاص هو يتشرب لبن وتمر وما فيش احلى من كده على الفطار هنبتدي نعمل المرحلة التانية وهو الحالة بتاعنا هنجيب معلقة جيلاتين صغيرة في شوية مية دافية ونسابهم كده لغاية ما المية تمتص كل الجيلاتين ونسابها لغاية ما نحضر المشروب المشروب احنا بنحطه على النار مش عايزين غليان علشان الجيلاتين بيفك او بيضعف او ناتجته بتنتهي مع الغليان فاحنا مش عايزين غليان هو زي حكاية الجيلي زي ما انت شايفه ساح كله كده بننزله على التمر واللبن ونقلب لغاية ما يبتدي على نر هادية يبتدي يفك خالص قبل ما يغلي خلاص نرفعه احنا مش عايزين غليان احنا عايزينه بس يدوب في اللبن والتمر انا بس ارعلك الفيديو علشان اه ما يبقاش طويل عليكي زي ما انت شايفه بنحط طبقة كراميل في الاكواب الفويل دي ممكن كمان بدل الكراميل ممكن تحط عسل اسود يعني زيادة تغذية للاولاد وبتستغني خالص عن السكر يعني الكراميل ده هو معلقتين سكر بس بنخليهم دهبي على النار مش مش عايزين عايزين تستغني عنهم ممكن تحط معلقة عسل اسود في كل آآ كوباية فويل وتسوبي عليها الخليط وتحطيه في التلاجة لغاية ما يبرد تماماً والحاجة اللي بيبقى فيها كراميل من تحت بتسبيع فترة طويلة علشان الكراميل يسيح يعني مش اقل من ساعتين اول اوالب صغيرة عمل لنا تقريباً 8 اوالب بعد ما يبرد تماماً ندخلوا التلاجات تحلية بسيطة وسهلة وزريفة وزي ما انت شايف النتيجة بتاعته هايلة انا بعد ما قلبته حطيت له آآ سنة عسل اسود كده علشان يدي اللون اللي انت شايفه لا يوجد أسهل من كده ما فيش حاجة مغزية زيادة عن كده تمر ولبن وعسل اسود حاجة يعني مغزية جداً وما فيش سكريات ولا دهون وبالهنة والشفا وفرجة ممتعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر